انا مش هيبة يا ابني انا مامتها بصي بقى يا ابني احنا نصيب لحد كده وخلاص انتهينا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ايوة انا عارفة انا عارفة ان انت ما تجاوزتش حدود الادب معاهبة لكن الكلام ده ما ينفعش عندنا خالص مفيش حد ابدا يبص الاخت مراته او خطبته ابو ضعاء الله يرحمه كان دايما يقول اخت مراتي دي زي اختي بالزبط ومراتة اخويا برضو زي اختي بالزبط اللي حصل ده يا حبيبي ما ينفعش عندنا خالص المطلوب والله يكون لك نظر بقى هنفسخ الخطوبة طبعا وكفايا ان احنا مش هنقدر نقول لدعاء اللي حصل مع اختها والسبب اللي انت عايز تقوله قوله زي ما انت عايز انت حر طبعا اللي حصل معاهبة ده يعيبك انت ما يعبناش احنا في حاجة خلاص يا ابني انا اللي عندي قلته خلاص النصيب لحد كده وخلاص مع السلامة كانتك القرف هو بابا قال كده مجد؟ طبعا ابوك الله يرحمك الرجل محترم واكيد كان بيقول كده كنت بتحجس يعني اهجس ايه قالت الادب انت انا حبيت اعرفه ان احنا ناس متربيين وعندنا اقلاق مش زبالة زيه بقولك ايه تعالي عودي معا لحد ده من معتز زيك ومعتز جيه ده وحشني قوي من نفسي يشوفه بس الوقت اخر همشي مالك متوترة ليه؟ موضوع الصور ده عمالي اكبر انا مش مستريحة وبعدين في حاجات كتيرة عملات تحصل عبيطة وتفهة عملات عقد علاقتي مع عمر بصي انا اللي مطمني ان عمر ما بيدخلش على المواقع دي ويعني ملوش في النت قوي وعموما ربنا يستر انا شايفة انت مكبرة الموضوع يا جيجي ومعين عمر مش لسه متعرف عليك من دلوقتي ومخه كبير مش هيركز في الحاجات دي على فكرة انتو كلكم فاهمين ان عمر مخه كبير عمر مخه صغير قد كده ما شاكلوش يعني من نوع اللي بيفرق معاه الحاجات دي غيرة بقى او حاجات كده مش باين يعني يا بنتي الغيرة القاتلة عمر حساس قوي في الموادية دي اوكي كل الرجالة بتغير بس عمر بقى نوع غيرته مختلف جدا عارف ان هو اللي يكتم في قلبه وما يبينش يعني من ناحية مش عايز يبن ان رجع ومتخلف ومن ناحية التانية مش عايز يبن انه ضعيف موسيقى